من أشهر المتنبئين في العالم نوسرا دامس المتنبئ الفرنسي الشهير في عالم الكتب والمكتبات يقولون من أن أكثر كتاب يباع في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في فرنسا من أن أكثر كتاب يباع بعد الإنجيل هو كتاب القرون للمتنبئ الفرنسي نوسرا دامس لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ الرجل البرنامج ليس للحديث عن هذا المتنبئ تحدثت عنه كثيرا وليس اليوم بإمكانكم أن تجدوا لي من الأحاديث عنه منذ الثمانينات والتسعينات في مجالسي ودروسي وبشكل مفصل هذا هو أشهر متنبئ في العالم لا بد أن تعرفوا هناك متنبئون صينيون في الماضي وحتى في حاضر هذا الوقت هناك متنبئون من الهنود هناك متنبئون من الفرس هناك متنبئون من العرب تنبؤاتهم موجودة موجودة في الكتب المختصة بهذه الموضوعات كان في نية أن أحدثكم عن بعض المتنبئين العرب من الماضين وأن أورد لكم بعضا من تنبؤاتهم لكنني لا أملك وقتا كافيا لذلك كان في نية أن أقرأ عليكم الرسالة التي بعثها نصر دامس إلى ولده قيصر إلى ولده سيزا هي رسالة مهمة جدا موجودة في هذا الكتاب نبؤات نصر دامس للدكتور دو فومبرون وهذه الطبعة طبعة دار مكتبة التربية بيروت لبنان 1996 الرسالة تبدأ من صفحة تسعة وثمانين وتنتهي في صفحة ستة وتسعين وقد أرخها أول آذار ألف خمسمية أو خمسة وخمسين ألف وخمسمية وخمسة وخمسين متى مات نصر دامس نصر دامس توفي ألف وخمسمية وستة وستين قطعا من التاريخ الميلادي ما عندي وقت رسالة مهمة بعث بها نصر دامس إلى ولده قيصر يحدثه فيها عن كتب كانت تشتمل على الأسرار اطلع عليها وأحرقها يحدثه فيها عن أن موهبة التنبؤ لن تكون ناجحة إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه يحدثه ويحدثه رسالة مفصلة ويخبره عن الطريقة التي يتبعها هو في تحصيل واستخراج نبوآته البرنامج ليس للحديث عن هذا المتنبئ إنما جئت به مثالا عن المتنبئين الذين الذين نبوآتهم نبوآت بشرية فقد حدثتكم عن النبوآت الجفرية وحدثتكم عن النبوآت الدينية ووصلت معكم للحديث عن النبوآت البشرية سأقرأ لكم من كتابه القرون القرون هو أشهر كتاب لنسر دامس قسمه إلى عشرة قرون هو لا يتحدث عن قرون الزمان وإنما هو تقسيم لكتابه القرون يعني الفصول القرون العشرة يعني الفصول العشرة يبدو أن الكتاب الأصل ليس موجودا هكذا يقال من أن الكتاب في أصله كان يتألف من عشرة قرون وكل قرن يجتمل على مئة رباعية رباعية شعرية كتبها باللغة الفرنسية القديمة قطعا خالطها بشيء من الثقافة اللاتينية وبشيء من مثولوجيا الإغريق وبشيء من المصطلحات الدينية وبشيء من اللغات الأوروبية القديمة لكن نظمها بإطار عام بلغة فرنسية أدبية راقية على أي حال كتاب القرون يتألف من عشرة قرون يفترض أن في كل قرن يتواجد مئة رباعية شعرية ورباعية تتألف من بيتين من الشعر وكل بيت يتألف من مصراعين فالرباعية هي أربعة مصارع أربعة أشطر لكننا إذا رجعنا إلى كتابه الذي يتوفر الآن بين أيدينا لا نجد هذا العدد من الرباعيات في قرونه العشرة بعض القرون فيها هذا العدد وبعض القرون ليس فيها هذا العدد هناك من يقول من أن الكتاب هو هكذا كتبه نوسر دامس على أي حال نحن لسنا مهتمين بالكتاب بما هو هو أنا أريد أن أضرب لكم أمثلة من النبوآت البشرية التي ترتبط بالمشروع المهدوي لماذا كي نتلمس عظمة هذا المشروع هذا الرجل أصل عائلته يهودية وبعد ذلك تنصرت وهذا الرجل جمع بين الثقافة اليهودية والمسيحية وبين دراسة الطب ودراسة علم الفلك كان فلكيا وكان طبيبا وكان رجل دين يمتلك ثقافة واسعة جدا رباعياته تخبرنا عن عقلية موسوعية في التأريخ وفي الجغرافيا وفي العلوم القديمة وفي العلوم التي كانت في زمانه قد يغالي البعض في شخصيته فيقول من أنه قد سبق نيوتن الذي جاء بعده زمانا سبقه في إدراك الكثير من الحقائق الفيزيائية ومن أنه سبق الكثير من العلماء في تخصصات مختلفة أن توصل إليها لا أريد أن أذهب في هذه الاتجاهات التي تختلف الأقوال فيها الذي أعبأ به بالنسبة لهذه الحلقات أن أشير إلى جانب من تنبؤات هذا الرجل نحن لا نتوقع تنبؤا كاملا تفصيليا خصوصا وأن المتنبئين عادة يخفون تنبؤاتهم بأساليب معينة على أي حال أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في موضوع التنبؤ هذا إنما أريد أن أضرب لكم أمثلة مما جاء في كتابه بخصوص مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في البداية أذكر لكم أمثلة من تنبؤ هذا المتنبئ بموضوعات لم تكن موجودة في زمانه أصلا على سبيل المثال هذه آخر نبوءة في كتابه قطعا نصر دامس لا يجعل النبوءات متسلسلة من الجهة التاريخية له طريقته في تبويب قرونه وترتيب رباعياته وذكر تنبؤاته هذا هو كتاب القرون نبوءات نصر دامس وهذه ترجمة يحيى عبود طبعة دار اليوسف بيروت لبنان وهذه الطبعة الأولى الفين واثنين ميلادي صفحة أربعمية وثمانية وثلاثين رقم النبوء مئة من القرن العاشر متى توفي نصر دامس الف وخمسمية وستة وستين ميلادي قبل ثورة الفرنسية وقبل أن تكون بريطانيا بريطانيا العظمى قبل أن تكون امبراطورية حكمت الكثير من بلدان العالم كانت بريطانيا محصورة في واقعها الأوروبي كما قلت لكم نصر دامس توفي سنة الف وخمسمية وستة وستين ميلادي قطعا كتابه كان موجودا قبل هذا التاريخ قبل تاريخ وفاته ماذا يقول في هذه النبوءة هكذا يقول ستكون لإنجلترا مملكة كبيرة هذا لم يكن موجودا لإنجلترا ستكون لإنجلترا مملكة كبيرة الأكبر قوة لأكثر من ثلاث مئة سنة قوات عظيمة تعبر في البر والبحر لن يرضى البرتغاليون غريب كلام هذا الرجل قلت لكم توفي سنة الف وخمسمية وستة وستين هذه النبوءة قبل هذا التأريخ بريطانيا في ذلك الوقت إنجلترا في ذلك الوقت كانت محصورة في واقعها الداخلي ومشغولة بمشاكلها مع جيرانها الأوروبي ليس هناك من توقع أبدا أن بريطانيا ستخرج من واقعها الضيق كي تكون إمبراطورية عظمى وكي تحكم أكثر بلاد العالم نصر دامس هكذا يقول في نبوءته ستكون لإنجلترا مملكة كبيرة هذا الكلام في زمان النبوءة لم يكن له لا من عين ولا من أثار على الإطلاق عودوا وقرأوا التعريخ توفي الرجل سنة 1566 اقرأوا تعريخ بريطانيا العظمى متى بدأت خطواتها الأولى لتأسيس إمبراطوريتها متى كل الذين أرخوا لبريطانيا العظمى من أن إمبراطوريتها بدأت خطواتها الأولى كلهم يقولون كانت البداية الضعيفة الضعيفة متى سنة 1600 ميلادي لهذا السبب أكرر تأريخ وفاة نوسر دامس 1566 توفي نوسر دامس والنبوءة قبل هذا التأريخ إلى 1600 وبريطانيا محصورة في واقعها وإنما بدأت خطوات ضعيفة في 1600 ميلادي ولم يكن بشكل ملكي وحكومي وإنما ذهب من ذهب من البريطانيين من الإنجليز إلى الهند لتأسيس شركة شخصية هناك للإتجار بالتوابل الهندية بالمنتجات الهندية هم أرادوا أن يعملوا مثل ما عمل البرتغاليون البرتغاليون ذهبوا إلى الهند والبرتغاليون في ذلك الوقت كانوا أعظم في القوة من بريطانيا فقد احتلوا الكثير من البلدان وتسلطوا عليها وسيطروا عليها على أي حال البرتغاليون كانوا قبل البريطانيين في الهند وكان الفرنسيون أيضا كانوا موجودين في الهند البرتغاليون كانوا يسيطرون على قسم كبير من التجارة في الهند من تجارة التوابل والمنتجات الهندية وكذلك الفرنسيون جاء البريطانيون بشكل محدود إلى الهند سنة 1600 وبنحو شخصيا ليس بنحو حكوميا ولكنهم شيئا فشيئا توسعوا حتى طردوا البرتغاليين وطردوا الفرنسيين بعد ذلك ماذا يقول نوسر دامس ستكون لإنجلترا مملكة كبيرة الأكبر قوة لأكثر من 300 سنة قوات عظيمة تعبر في البر والبحر لن يرضى البرتغاليون هذا التعبير تعبير دقيق قطعا لن يرضوا لماذا لأن البريطانيين طردوهم من الهند وبعد ذلك سيطر سيطرة تجارية وسياسية على الهند شركة الهند الشرقية صارت تسيطر على التجارة في الهند تسيطر على الاقتصاد الهندي وتسيطر على الوضع السياسي أيضا فصارت الهند مستعمرة بنحو اقتصادي وبنحو اجتماعي وبنحو سياسي من مستعمرات بريطانيا وتوسعت بريطانيا بعد ذلك هذه الدقائق التي ذكرها نوسر دامس مثلا لن يرضى البرتغاليون حتى هذا التعبير قوات عظيمة تعبر في البر والبحر بريطانيا في ذلك الوقت كانت قواتها بحرية فقط لأنها جزيرة قواتها البرية محدودة جدا كانت تعتمد على أسطولها البحر على قوتها البحرية ولكن بعد ذلك صارت تملك جيشا بريا عظيما وجيشا بحريا عظيما الدقة في النبوءة هنا الأكبر قوة لأكثر من ثلاث مئة سنة أكثر من ثلاث مئة سنة كل الذين أرخوا للإمبراطورية البريطانية العظمى قالوا من أنها بدأت خطواتها الأولى سنة ألف أو ستمية ومن أنها انهارت سنة ألف وتسعمية وخمس وأربعين ميلادي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فانكفأت بريطانيا على نفسها تحاول أن تبلسم جراحها ما بين ألف وستمية ألف وتسعمية وخمس وأربعين يعني ثلاثمية وخمس واربعين أكثر من ثلاثمية مثل ما قال الأكبر قوة لأكثر من ثلاث مئة سنة نبوءة عجيبة بكل تفاصيلها وهذا النص موجود في المخطوطات لم يتعرض لتحريف أخذ أخذ لكم مثالا آخر هذا المثال يتحدث عن مدينة مدينة نيويورك هذا هو القرن السادس وهذه النبوءة السابعة والتسعون صفحة ثلاثمية من الطبعة التي ذكرتها ماذا يقول نصر دامس سوف تحترق السماء في خمس وأربعين درجة نيويورك واقع بين خطوط العرض أربعين وخمس وأربعين نيويورك واقع في مجموعة الخطوط هذه من خطوط العرض ما بين أربعين وخمس وأربعين سوف وتحترق السماء في خمس وأربعين درجة يدن الحريق من المدينة العظيمة الجديدة هذا الوصف ينطبق على المدينة جغرافيا وحتى في اسمها وواقعها جغرافيا شخص الموقع سوف تحترق السماء في خمس وأربعين درجة هذه درجات التعيين الجغرافي لخطوط العرض يدن الحريق من المدينة العظيمة الجديدة ويقفز اللهيب الكبير المنتشر إلى الأعلى مباشرة أولاً لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار نصر دامس يتحدث بلغة في أيام زمانه هذا أولاً وثانياً هو يخفي تنبؤاته كما يفعل المتنبؤون خوفاً على أنفسهم من أن يحكم عليهم رجال الدين بالهرطقة ولابد أن تعرف من أن الترجمة تفسد المعاني في كثير من الأحيان سوف تحترق السماء في خمس وأربعين درجة هذا الموقع الجغرافي وهو موجود هذا ما هو بأمر احتمالي هذا الموقع الجغرافي لمدينة نيويورك يدن الحريق من المدينة العظيمة الجديدة إنه يرى صوراً ويقفز اللهيب الكبير المنتشر إلى الأعلى مباشرة اللهيب باتجاه الأعلى تتذكرون ماذا حدث في برجي مركز التجارة العالمي القضية الدقيقة هنا وهذا الكلام لم يعرفه أحد إلا بعد أحداثي الحادي عشر من سبتمبر وما خرج من كتب وما خرج في وسائل الإعلام الشطر الأخير من الرباعية عندما يريدون الحصول على دليل من النورمانديين أولاً النورمانديون منهم؟ إنهم الفرنسيون نورماندي عنوان معروف في التاريخ الفرنسي النورمانديون هم الفرنسيون عندما يريدون الحصول على دليل من النورمانديين منهم؟ الأمريكان بعد ذلك المعلومات ظهرت ما الذي ظهر في وسائل الإعلام؟ حتى الشراح الذين شرحوا هذه أهرباعية لم يشرحوا هذا السطر من الرباعية لماذا؟ لأنهم لم يفهموا منه شيئاً أنا حينما قرأته في الثمانينات لم أفهم منه شيئاً وحتى حينما عدت إلى الرباعية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لم أفهم السطر الرابع ولكنني فهمت السطر الرابع بعد ذلك حينما كنت أتابع الإعلام وقرأت ما قرأت فيما كتب عن كواليسي أحداث الحادي عشر من سبتمبر المخابرات الفرنسية أخبرت الأمريكان قبل الحادثة بوقت قصير جداً من أنهم حصلوا على معلومات من أن الإرهابيين سينفذون أمراً كبيراً في الولايات المتحدة الأمريكية هذه المعلومة هذه المعلومة أوصلتها المخابرات الفرنسية إلى الأمريكان قبل الحادثة بوقت قصير لكن المعلومة كانت إجمالية لم يعبأ بها الأمريكيون كثيراً لما حدث ما حدث رجعوا إلى الفرنسيين يبحثون عن الأدلة عندهم معلومة دقيقة هذا النص أنا قرأته في الثمانينات وكنت أفهمه كما يفهمه الشارحون لهذه النبوآت بطريقة أخرى وهذا السطر ما كنت أفهم منه شيئاً حالي كحال الذين شرحوا هذه الرباعيات صدقوني في الثمانينات جمعت ما يقارب لماذا ما يقارب فعلاً إنني جمعت سبع ترجمات لرباعيات نوسرا دامس وجمعت الكثير من الدراسات عن نبوآته فحينما كنت أقرأ هذه النبوآة واعتماداً على معلومات الشراح كنت أعرف من أنها عن مدينة نيويورك ولكن ما هذا الكلام الذي يقوله سوف تحترق السماء في خمس واربعين درجة يدن الحريق من المدينة العظيمة الجديدة ويقفز اللهب الكبير المنتشر إلى الأعلى مباشرة يدن الحريق الطائرات التي تسبب الحريق تدن شيئاً فشيئاً يدن الحريق من المدينة العظيمة الجديدة ويقفز اللهب الكبير المنتشر إلى الأعلى مباشرة ما هكذا حدث الانفجار وهكذا حدث الحريق لكن هذا السطر حتى بعد أن حدث ما حدث في نيويورك أنا ما فهمته وحتى الذين شرحوا لم يفهموا وإنما تبينت الوقائع بعد ذلك على الأقل عندي تبينت الوقائع لما كنت أتابع كواليس الأحداث فوجدت فيما كتب وبالوثائق في العديد من المصادر من أن الفرنسيين خبروا الأمريكان لكنهم لم يعبأوا بإخبارات الفرنسيين بعد أن حدثت الحادثة رجعوا إلى الفرنسيين يطلبون منهم الأدلة والوثائق التي ينتفعون منها في التحقيق ومتابعة ما جرى سوف تحترق السماء في خمس وأربعين درجة يدن الحريق من المدينة العظيمة الجديدة ويقفز اللهيب الكبير المنتشر إلى الأعلى مباشرة إنه يرى في بعض نبوآته يتحدث عن معركة جوية في طائرات من الحديد يتحدث عن طيور من الحديد في هذه الطيور الحديدية في هذه الوسائل الطائرة هكذا يقول إنني أرى الرجل الذي نصفه الأعلى كالخنزير هكذا كان يلبس الطيارون في الحرب العالمية الثانية يراه يراه كأنه الخنزير ما كان يلبسه الطيار آنذاك فهذا الرجل المتنبئ كان يرى ويقفز اللهيب الكبير المنتشر إلى الأعلى مباشرة عندما يريدون الحصول على دليل من النورمنديين إنهم الفرنسيون نبوءة أخرى صفحة أربعمية وأربعة وثلاثين من القرن العاشر إنها النبوءة السادسة والثمانون لاحظوا ماذا يقول في هذه النبوءة سوف يأتي ملك أوروبا مثل الغرفين الغرفين كلمة ليست عربية إنها تعني حيوانا أسطوريا في الثقافة الغربية يوجد على أعلام بعض الدول ويتبنى شعارا رسميا رمزيا لبعض الدول الشركات المؤسسات تتخذه شعارا ورمزا وعلامة لها الغرفين حيوان أسطوري جسمه جسم أسد ورأسه رأس عقاب هذا الطائر المعروف وجناحاه كذلك جناح نفس هذا الطائر هكذا يقول نوسر دامس سوف يأتي ملك أوروبا مثل الغرفين في ثقافتنا العربية نسمي هذا الحيوان بطائر الفتخاء طائر الفتخاء هو هذا الغرفين لمن سمع بهذا الطائر طائر الفتخاء هو الغرفين سوف يأتي ملك أوروبا مثل الغرفين يرافقه أولئك الذين من الشمال سيقود جيشا كبيرا من الحمر والبيض وسيتوجهون لمقاتلة ملك بابل هذه الواقعة منذ زمان نوسر دامس وإلى 2003 هل لها من ذكر في التأريخ منذ زمان نوسر دامس أن الغرب بكله يأتي لمقاتلة ملك بابل نبوءة واضحة الرجل كان يرى سوف يأتي ملك أوروبا مثل الغرفين يرافقه أولئك الذين من الشمال من شمال الأرض إنها أوروبا الغربية أوروبا الشرقية لم تأتي لقتال العراق أوروبا الغربية أولئك الذين من الشمال هم البريطانيون وملك أوروبا إنه بوش ملك الغرب سوف يأتي ملك أوروبا مثل الغرفين يرافقه أولئك الذين من الشمال سيقود جيشا كبيرا من الحمر والبيض وبالمناسبة فبوش هو أوروبي وأصله بريطاني حكام الولايات المتحدة الأمريكية أوروبيون وفي الأعم الأغلب بريطانيون في أصولهم وجذورهم العائلية سوف يأتي ملك أوروبا مثل الغرفين مثل هذا الحيوان الأسطوري كأسد يطير بأجنحة الصقور بأجنحة عقاب يرافقه أولئك الذين من الشمال سيقود جيشا كبيرا من الحمر والبيض وسيتوجهون لمقاتلة ملك بابل جئتكم بهذه النماذج من النبوآت نبوءة عن الإمبراطورية البريطانية العظمى ولم تكن موجودة في زمان نصر دامس نبوءة عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر هناك نبوآت أخرى ترتبط بالإمبراطورية البريطانية وهناك نبوآت أخرى ترتبط بأحداث الحادي عشر من سبتمبر أنا لست بصدد تتبع نبوآت هذا المتنبئ إنما جئتكم بأمثلة من نبوآته والتي يشهد الواقع بتحققها النبوءة الثالثة واضحة إنها حرب 2003 وسيتوجهون لمقاتلة ملك بابل نذهب إلى فاصل عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت في ذاك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه فقد طال فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب فلسنا نوقت لأحد وقت هذه نبوءة من نبوءات نوسرا دامس من القرن الثالث من القرن الثالث من قرون كتابه من الفصل الثالث النبوءة الرابعة صفحة مية وتسعة وعشرين من الطبعة التي أشرت إليها هنا هنا يتحدث عن الأجواء حينما أقرأ النبوءة ستعرفون ما أقصد حينما يكون هطول المطر نادرا في الكسوف والخسوف لن يكون بعيدين عن بعضهما البرد والجفاف والخطر حول الحدود حتى في المكان الذي جاء منه الوحي المكان الذي جاء منه الوحي هذا العنوان قد يقول قائل من أنه مسيحي وثقافته يهودية يتحدث عن وحي اليهود عن وحي النصارى بحسب ثقافته هذا ممكن هذا الأمر ممكن ولكن إذا جمعنا هذه النبوءة مع النبوءات الأخرى التي ستأتي فإنه يتحدث عن مكة حديث عن كسوف وخسوف في الوقت نفسه ما هذه العلامات وحديث عن تغير في الأجواء في كل الأرض ما نحن نشاهد التغير الآن حينما يكون هطول المطر نادرا في الكسوف والخسوف أنتم ماذا تريدون هل تريدون من نصر دامس أن يكون نبيا معصوما أن يكون عالما بالغيب أن يكون عالما بما كان وما يكون وما هو كائن إنه رجل متنبئ سيدرك جانبا من الموضوع حينما يكون هطول المطر نادرا في الكسوف والخسوف لن يكون بعيدين عن بعضهما البرد والجفاف والخطر حول الحدود وصف دقيق لأهضاع عالمنا اليوم حتى في المكان الذي جاء منه الوحي في القرن الثاني من قرون نوسر دامس النبوءة التاسعة والعشرون سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته الرجل الشرقي هذا عنوان في نبوءات نوسر دامس الذي سيسيطر على العالم في آخر الأمر هذا هو حاكم العالم لن يخرج من الغرب هكذا يقول حاكم العالم سيخرج من الشرق لكما تتوقعون أيها الغربيون من أن الذين سيحكمون العالم الغربيون الشرقيون هم الذين سيحكمون العالم في آخر الأمر هذا هو نوسر دامس يقول سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته من مدينته الأم من حاضرته من مدينته الأولى من أين سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته إما المراد من مكة ومكة حاضرته وإما المراد من الكوفة والكوفة حاضرته أيضا مكة في الشرق الكوفة في الشرق والمهدي شرقي المهدي شرقي المهدي من ولد إبراهيم وإبراهيم من أور وهؤلاء هم الشرقي اللي يسمونهم في زمان شرقي إنهم الشرقي هؤلاء هم الشرقي في كتب التعريخ إبراهيم من أور إنهم السومريون إنهم الشرقيون إنهم نبط العراق هؤلاء هم أجداد الحجة بن الحسن الشرقيون نبط العراق إبراهيم جده فالحجة ابن الحسن شرقي وحاضرته إما أن يريد منها نوسر دامس إما أن يريد مكة وإما أن يريد الكوفة سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته وسيعبر وسيعبر جبال جبال الإبنين ليرى فرنسا جبال الإبنين أتعلمون أين هي؟ إنها على الحدود الإيطالية إنها جبال إيطالية تتصل بطرف من أطرافها بجبال الألب جبال إيطالية فرنسية بحسب رواياتنا الإمام لن يذهب إلى هناك وإنما يرسل جيشه إلى بلد أخواله إلى إيطاليا فأمه تضرب أصولها من جهة الآباء إلى إيطاليا من جهة أعمامها ومن جهة أخوالها فإنها تضرب إلى فلسطين فأمها من أحفاد شمعون الصفا الذي يعرفه الغربيون بالسايمان سايمان إنه شمعون الصفا هو جد للسيدة نرجس من جهة أمها وأما من جهة أبيها فإن آباءها من ملوك الرومي تعود أصولهم إلى إيطاليا جبال الإبنين إنها جبال إيطاليا سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته وسيعبر جبال الإبنين ليرى فرنسا لأنها تطل على فرنسا سيعبر من خلال السماء والبحار والثلوج كيف سيعبر من خلال السماء والذي يتحدث توفي سنة 1566 هل هناك من وسائل لعبور السماء آنذاك سيعبر من خلال السماء والبحار والثلوج لا تعيقه العوائق أساطيل في البحار أساطيل في الجو في كل مكان وسيضرب بعصاه كل الناس مر علينا وأنا أقرأ عليكم في رؤيا يوحنى من أنه سيضرب الأمم بعصا من حديد تتذكرون قلت لا سيف إلا ذو الفقار سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته هنا تمتزج الثقافة الدينية الإسلامية مع اليهودية مع المسيحية عند هذا الرجل الموسوعي وحينئذ تتجلى نبوآته بهذه الطريقة قد لا يتمكن الغربيون من شرح النبوآت بهذه الطريقة التي أشرحها السبب واضح هم ليسوا مطلعين على ثقافة العترة الطاهرة أنا مطلع على ثقافتهم أنا ملم بثقافة المسيحية وثقافة اليهودية وملم بثقافة التنبؤ وملم بالدراسات التي كتبت عن نسر دامس وملم بثقافة العترة من هنا تجدون شرحي واضحا صريحا أنا لا أحمل الكلام أكثر مما يتحمل سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته وملم وسيعبر جبال الإبنين ليرى فرنسا سيعبر من خلال السماء والبحار والثلوج وسيضرب بعصاه كل الناس إنه سيضرب الأمم بعصا من حديد كما تقول أناجيلهم ذلك الذي نزل من السماء على فرس أبيض والذي يدعى الأمين صادق الذي كان يلبس قميصا أبيض لكنه كان مضمخا بالدماء هكذا تقول رؤيا يوحنى في كتاب العهد الجديد سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته وسيعبر جبال الإبنين ليرى فرنسا سيعبر من خلال السماء والبحار والثلوج وسيضرب بعصاه كل الناس الرباعية الثلاثون من القرن نفسه من القرن الثاني رجل يحيي آلهة هانبال الجهنمية هذا الاسم كان يخيف أوروبا زمانا الحضارة الرومانية هانبال إنه هانبال الحضارة الفينقية التي تأسست في لبنان ثم انتقلت إلى ليبيا إلى الشمال الأفريقي ومن هناك كان هانبال يجيش الجيوش يهاجم الرومان في عقر دارهم فكان اسمها هانبال اسما مخيفا ومنذ ذلك الوقت أطلق اسم البربري على سكان شمال أفريقيا ولهذا السبب فإن الثقافة الأوروبية القديمة كانت تطلق هذا العنوان على سكان الشمال الأفريقي كي تصفهم بالمتوحشين من هنا يستعمل هذا الوصف وكأنه عنوان خاص بالمتوحشين إنها جيوش هانبال أنا لا أجد وقتا كي أحدثكم عن التاريخ القديم رجل يحيي آلهة هانبال الجهنمية إنه يتحدث عن إمام زماننا رعب البشرية لا رعب بعدئذ أبدا يسير يسير الرعب أمامه ثلاثة أشهر في الروايات يسير الرعب أمامه ثلاثة أشهر مسيرة ثلاثة أشهر رجل يحيي آلهة هانبال الجهنمية رعب البشرية لا رعب بعدئذ أبدا كما أن الصحفة لا تحكي عما هو أسوأ في الماضي ثم سيأتي إلى الروم من أين يأتي من خلال بابل أين بابل وأين ليبيا التي هي موطن هانبال وأين شمال أفريقيا وأين الروم أين إيطاليا مثل ما قلت لكم رؤيته لن تكون كاملة وهو يخبئ المعاني تارة يمدح الرجل الشرقي وأخرى يظهر قدحا فيه في النبوءة السابقة قال وسيضرب بعصاه كل الناس إنه يمدحه هنا لأنه يشير إلى المدح الذي ورد في الإنجيل هنا يشعر بقسوته ولكنه بعد ذلك يقول من أنه سيأتيكم من بابل هذه تغطية حينما كان الحديث عن هانبال فهانبال لا علاقة له ببابل في نقي موطنه الشمال أفريقيا رجل يحيي آلهتها نبال الجهنمية رعب البشرية لا رعب بعد إذ أبدا بعد ذلك الرعب كما أن الصحف لا تحكي عما هو أسوأ في الماضي ثم سيأتي إلى الروم من أين يأتي من خلال بابل حاضرته الكوفة إذا جمعنا بين هذه النبوءة والنبوءة السابقة سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته من حاضرته من عاصمته من أين يأتي ثم سيأتي إلى الروم من خلال بابل إنه يتحدث عن الكوفة سلاما سلاما على كوفة القائم سلاما على دياره الموحشات سلاما على مواطئه في مسجد الكوفة وفي مسجد السهلة سلاما سلاما على ثرن تدوسه حوافر جواده ما بين الغاضريات والنجفات في أرض كوفان سلاما سلاما يا بقية الله ثم سيأتي إلى الروم من خلال بابل القرن الخامس النبوءة الخامسة والعشرون صفحة 232 الأمير العربي هو هو الرجل الشرقي هو هو القادم إلى الروم من بابل هو هو هذا الأمير العربي أي أمير عربي يتحدث عنه نصر دامس في زمانه والعرب ذهبوا في سباة التأريخ في ذلك الوقت عن أي أمير عربي يتحدث الأمير العربي ثم يتحدث عن وضع الأفلاك والنجوم نصر دامس كان منجما وعالما فلكيا متعمقا الأمير العربي المريخ الشمس الزهرة وبرج الأسد برج الأسد هتعلمون من أن صاحب الأمر إذا 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 أردنا أن نشخص برج ولادته بحسب التأريخ الميلادي الإمام متى أولد الإمام أولد في الخامس عشر من شهر شعبان لا أريد أن أدخل في تفاصيل السنين والوقائع لكن إذا أردنا أن نقدر ذلك تقديرا ميلاديا أنا لا أقطع بهذا ولكن بحسب المعطيات المتوفرة بحسب المعطيات المتوفرة ولادته ستكون في التاسع والعشرين من شهر تموس إنه برج الأسد برج الأسد إذا أردنا أن نقول عن مولد الإمام فهو من مواليد برج الأسد قطعا إذا كان هذا التقدير الميلادي صحيحا المنجمون يعبؤون بهذا أظن أن نوسرا دامس يشير إلى هذا أنا لم أقرأ هذا عند شراح هذا هو فهمي وتقديري لهذه المنظومة التنجيمية التي تحدث عنها الأمير العربي المريخ الشمس الزهرة هذه الرموز تشير إلى القوة والاستعلاء والحرب بحسب الرموز التنجيمية المعروفة الأمير العربي المريخ الشمس الزهرة وبرج الأسد ربما يشير إلى برج ولادة الإمام بحسب التأريخ الميلادي سيخضع حكم الكنيسة للبحر هو يتحدث عن الفاتيكان يتحدث عن حكومة الدين المسيحي في العالم سيخضع حكم الكنيسة للبحر كيف يكون ذلك للأسطول البحري القادم هو يقول وباتجاه بلاد فارس سوف يقوم قرابة مليون رجل بغزو مصر وبيزنطا وبيزنطا هي تركيا هي تركيا التي كانت تمتد إلى بلاد الغرب الدولة البيزنطية هي الدولة الرومية الشرقية التي كانت في بيزنطا في تركيا ثم يقول الأفعى الحقيقية رموز كل هذا في أجواء الأمير العربي الذي يرتبط ببرج الأسد الأمير العربي المريخ الشمس الزهرة وبرج الأسد سيخضع حكم الكنيسة للبحر للقوة القادمة من البحر وباتجاه بلاد فارس من هناك تأتي سوف يقوم قرابة مليون رجل بغزو مصر وبيزنطا الأفعى الحقيقية إنه القرن الخامس من قرون نصر دامس الرباعية الخامسة والخمسون صفحة ميتين وخمسة واربعين ماذا يقول في البلد السعيد من الجزيرة العربية البلد السعيد العنوان الأول مكة العنوان الثاني المدينة في ثقافة العربي في ثقافة المسلمين وفي الثقافة التي يعرفها أيضا نصر دامس في البلد السعيد من الجزيرة العربية سوف يولد شخص ليس المراد من الولادة أن يولد من بطن أمه وإنما سيكون ظاهرا بحسب ما سيأتي من كلام سوف يولد شخص ذو شأن في قوانين محمد قوانين محمد دينه سوف يقلق بال إسبانيا ويفتح غرناطة والجزء الأغلب من الأمة اللغورية من البحر الأمة اللغورية إنهم الأوروبيون ما بين الإيطاليين والفرنسيين ونوسرا دامس يصر على هذه المناطق لأنه في الأصل من إسبانيا وكان يعيش في فرنسا جذوره تضرب إلى يهود إسبانيا إلا أنه كان يعيش في فرنسا كان فرنسيا وإيطاليا هي قبلة المسيحيين الكنيسة المسيحية في إيطاليا هي التي كانت تحكم أوروبا ملوك أوروبا أباطرة أوروبا كانوا مربوطين بالحبال إلى الكنيسة المسيحية في إيطاليا فتلاحظون دائما في نبوآته هناك شد وربط ما بين إيطاليا وفرنسا في عالم الجغرافيا الأمر واضح لكن الرجل لا يتحدث هنا عن عالم الجغرافيا في البلد السعيد من الجزيرة العربية سوف يولد شخص ذو شأن في قوانين محمد أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد سوف يولد شخص ذو شأن في قوانين محمد سوف يقلق بال إسبانيا ويفتح غرناطة والجزء الأغلب من الأمة الليغورية من البحر من جهة إيطاليا وفرنسا وقت الحلقة صار طويلا مع أنني أحاول الإيجازة والاختصار قدر الإمكان وأعرضت عن رسالته المهمة لولده وتركت حديثي عن المتنبئين العرب والمسلمين ومع ذلك فإن الوقت جرى سريعا هذا هو القرن العاشر الرباعية الرابعة والسبعون بشكل سريع سأقرأ الرباعيتين ولن أتوقف عندهما كثيرا ينتهي عام العدد السابع الأكبر سيظهر في زمن في زمن تكثر فيه التسلية بالقتل ليس بعيدا عن فترة العصر الألفي السعيد العظيم العصر الألفي السعيد العظيم هذا عنوان معروف في الثقافة المسيحية إنه العصر الذي سينزل فيه عيسى القيام الثاني لعيسى كما يصطلحون عليه القيام الثاني لعيسى هو في الألفية السعيدة العظيمة لكنه لم يتحدث عن عيسى هنا قال سيظهر في زمن تكثر فيه التسلية بالقتل ليس بعيدا عن فترة العصر الألفي السعيد العظيم متى عندما يخرج الموتى من قبورهم إنها الرجعة التي يؤمن بها نحسر دامس ولا يؤمن بها مراجعكم الثولان في النجف هكذا تقول هذه الرباعية ينتهي عام العدد السابع الأكبر سيظهر في زمن تكثر فيه التسلية بالقتل ليس بعيدا عن فترة العصر الألفي السعيد العظيم متى عندما يخرج الموتى من قبورهم العجب كل العجب بين جماد ورجب لماذا أموات يخرجون من قبورهم يضربون الأحياء على رؤوسهم أين في النجف الروايات تقوم يضربون يضربون الأحياء يضربون هؤلاء الديخيين الروايات تقول ما أنا الذي أقول هذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عودوا إلى أحاديثي وبرامجي في عقيدة الرجعة ستجدون التفاصيل واضحة جلية لا أملك وقتا كي أحدثكم عندما يخرج الموتى من قبورهم الرباعية الخامسة والسبعون بعد أن طال انتظاره فإنه لن يعود إلى أوروبا أبدا الحاكم الذي سيحكم العالم لا هو من اليهود ولا هو من النصارى فأوروبا أوروبا النصارى واليهود بعد أن طال انتظاره فإنه لن يعود إلى أوروبا أبدا ما الذي سيحدث سوف يظهر في آسيا شرقي عربي محمدي من البلد من البلد السعيد في الجزيرة العربية هناك هناك حاضرته الكوفة سيأتي إلى الروم من بابل هكذا قالت نبوآته بعد أن طال انتظاره فإنه لن يعود إلى أوروبا أبدا سوف يظهر في آسيا من هو هذا أحد أفراد العصبة إنها العترة هو يقول متحدر من هرمس العظيم وهرمس هو عنوان للحكمة الإلهية في الثقافة الغربية في الثقافة المسيحية إنه هرمس العظيم الذي يسمى بهرمس الهرامس هتعلمون من هو إذا أردنا أن ندقق في البحث إنه إدريس النبي وإدريس النبي في سلالة أجداد القائم صلوات الله وسلامه عليه أحد أفراد العصبة إنها العترة من هرمس العظيم سيكبر متجاوزا كل القوى الأخرى في الشرق إنه آت آت جميلة هذه الرباعية أعيد قراءتها وبعد ذلك أودعكم بعد أن طال انتظاره بعد أن طال انتظاره فإنه فإنه لن يعود إلى أوروبا أبدا أين سيكون يا نصر دامس أين سيكون سوف يظهر في آسيا نعم عندنا عندنا في الكوفة سوف يظهر في آسيا أحد أفراد العصبة متحدر من هرمس العظيم سيكبر متجاوزا كل القوى الأخرى في الشرق نذهب إلى فاصل عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكي عن صالح مولى بن العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيامي قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليل عن المعلى بن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجل عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان سيأتيك عام به كوكب كثير الشعاع طويل الذنب متنبئ متنبئ عربي شيعي قبل مئتي سنة وربما أكثر من الإحساء هو الذي يقول سيأتيك عام به كوكب كثير الشعاع طويل الذنب ويأتيك عام به عوصة تهيج إليها عموم العرب ويأتيك عام به محنة يصيب عراق البلا والنصب بإيران يظهر داعي الهدى أعز البرية أما وأب فطوبى لمن كان في عهده وطوبى لمن هو طفل يراب فإن كنت في قولتي كاذبا فلعنة الله على من كذب هكذا يقول هذا المتنبئ العربي كان بودي أن أحدثكم عن متنبئي العربي من الشيعة والسنة ومن متنبئي المسلمين من الفرسي والتركي وغيرهم لكنكم أمام أعينكم صار وقت الحلقة طويلا وطويلا جدا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر